مش قادرة بتدي يا عمر غير لما تدينا ثري تو وان بتاعتك اه 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 عشان نتدي الحلقة ما هو احنا كده مستنيين الجوم انا نهدى ورا نهدى يا جماعة لو سمحتوا يلا عشان تضيف معانا متوتر شوية يلا يلا اهدى ما تلاقيشوا تلاقيش انتا تبكوا هيسا يلا ثري تو وان مش عادة قصة التسامة دي ازاي بس دي مش عايز اقول كلامي اولتسامة دي اوصف لي ابتسامة عمرمزي في حلهم بينهم اه لازجة اه غلسة بس لازيز غلسة بس لازيزة غلسة بس لازيزة هي سر نجحة لازجيتها دي اه 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 دي سر نجحة انا ما شفتش حد يعني ياخد النجومية دي كلها بالابتسامة العجيبة دي اه 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 قالولك لازجة غلسة يعني شو المحاجين دي ايه اللي النجاحة هو من حلاه يعني الحلاه هشام اسماعيل ايه يا فن انت تفرجت على فيلم سلامة في خير كم مرة تقريبا وكنت تتخيل ان انت هتقدمها على المسرح اه لا اشفتوا كتير جدا طبعا وانا من عشاء نجيب الرحاني اصلا وعمري ما تخيلت انا امثلها بصراحة او امثل شبهها يعني لان التيمة الشبيه دي عموما انا يعني مش من انصارها يعني احنا نعمل واحد وتوقم وكده وبعدين من عشاء صاحب الجلالة برضو استاذ فريد شاوي الله يرحمه عمله فبردو كنت بعشاء استاذ فريد شاوي في الفيلم ولما اتخيل ان احنا ممكن نعمل في يوم الايام نفس التيمة او نفس العمل بقى لكن لما لقينا المعالجة المسألة مش شبيه مش المطابق يعني مش انا هطلع لشخصيتين يعني ده في امير تاني بجد شخصية بيلعبها عمر رمزي وانا بقى من شخصية الموظف البسيط اللي متورط في الحكاية فمن هنا بقى جات المعالجة العصرية يعني محمد جبر باسمه مهم بيضيف لأي عمل مصرحي هو بي يعني مش قوي يعني على شكرا انت بعد الحلقة دي اه 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 سيبيه بقى اه بليبن هتبقى اخر ليلة عرضة عرضة اخر ليلة عرضة ايه تامر ده انا سمعت ان انت اللي جدته تامر فرق انت اللي رشحه تامر ولا مين اللي رشحه طبعا يعني بصي معظم الترشحات كانت مشتركة ما بيني وما بين الفاني ناسر التوبجي اللي هو مدير المصرح الكوميدي بس يعني تامر ويعني كل الاسلام يعني تامر صديق شخص اللي هي طب صاحبك اه 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 احنا هشتغلنا مع بعض قبل كده بس انا كمؤلف وهو كمخرج في تياترو مصر في تياترو مصر اه انت رو حد اللي مسلت بس مسلت وقلت ويكتب مؤلف ده جديد قلت عبت مع نفس كله عندي اه عندي في حدوتها مع هانس زهد في حلوة الدنيا سكر اسمها لا سحر ولا شعوازة خمس حلقات هي دي تقليفك يا رجل اه خمس حلقات بس وخمس حلقات تانين في مسلسل اسم وورا كل باب برضو كانت مع استساس كمانة بوراية اسمها قلبة مفتوح طب لحظة واحدة بقى لان انا الحدوتين دول اتفرقت عليهم كواس جدا وعجبوني جدا بس فات علي ان انت مؤالي في الحدوت اه انا من ايام قهوة سادة بكتب برضو من حضرتك معانا من ايام قهوة سادة انا من زمان قوي عزت على ايام اسماعيل اه لا بس بس اه اولا بعتذر لك ان انا مش عارف المعلومة بس لان هو كل حاجة فيهم كانت حدوتة يعني مسلسة كمجموعة منتصدة اه ومغيش في المير ان هو انت اه اه لا احيانا كده اما الواحد بتهف عليه حالة الكتابة وبلاقي ناس ولاد حلال بيوافقوا يعني فتمام يلا بنا بس ببام من الخط لو شفت الخط تعايف ان هو خطي حلو خطي حلو اه 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 فتزعوا خطه فتزعوا خطه ايشترك في بقات ووتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و 99 قرش وبقات سنوية بتبدأ من 150 جنيه